اشتركوا في القناة اما ضيف هذا الاسبوع الذي سوف نناقش مع خلفية هذا القرار فهو زريدي بن بليوت رئيس مركز رؤى فيزيون للدراسات الجيوستراتيجية والديبلوماسية الموازية والسد زريدي اهلا وسهلا ومرحبا بك مرحبا أخي مونير كيف الحال؟ الحمد لله كذلك مع الأجواء الباردة الحمد لله على كل حال هذه الأجواء الباردة رغم هذه البردودة ولكن وحد قرار جاء من الاتحاد الأوروبي وعبر بالضبط من البرلمان الأوروبي ساخنا من صح التعبير وخلقت جدا كبيرا وحمل حمولة سيئة للمغرب من حيث مساسه بالمؤسسات المغربية من القضاء ومن عدد من المؤسسات انتا رئيس مؤسسة رؤى فيزيون للدراسات الجيوستراتيجية والديبلوماسية الموازية كيف تلقيته هذا القرار للاتحاد الأوروبي حول المغرب؟ وهو التحرك ديال البرلمان الأوروبي اللي هو تحرك يعني مريب تحرك نظن بأنه عنده حسابات سياسية وعنده خلفيات سياسوية وهذا القرار ديال البرلمان الأوروبي اللي تيدين فيه المملكة المغربية هو قرار مرفوض قرار تعبر على أن هناك تخبط وعنده تبيعات كبيرة وحنا تنظن بأنه كانت واحد الحملة مسعورة على المغرب والصعود ديال المغرب الذي أغادت الخصوم الإقليميين والأوروبيين كذلك حنا هذا شيء ما تفاجئناش في مركز رؤى فيزيون للدراسات الجيوستراتيجية لأنه كنا حذرنا من هذا الأمور دائما وكنا قلنا بأنه الاتحاد الأوروبي هو واحد نادي يعني معروف بأنه تيبغي الهيمنة وتيبغي الاستقواء وتيبغي أنه يخضع الدول التي تتعامل معها بالخصوص جنوب البحر الأبيض المتوسط ويحاول يخضع عمل الشروط دياله والهيمنة دياله باش نمقوا دائما إحنا يا أوروبا دائما جي تاخد السلاع وتاخد الغاز وتاخد البترول من دول المغرب الكبير على حساب مع الأسف شديد على حساب التكامل الاقتصادي ديال دول المغرب الكبير غير ما يجب الإشارة إليه هو أنه هذا القرار أولا هذا القرار دياله هو معروف تاريخيا وأن البرلمة الأوروبي هو دائما يلوح بورقة حقوق بما يسمى حقوق الإنسان من أجل الضغط ومن أجل مصالح تتخدم المصالح وتتخدم اللوبيين ديال دول الاتحاد الأوروبي وهذا القرار هذا بطبيع الحال هو قرار غير ملزم لدول الاتحاد الأوروبي لأن السياسة الخارجية ديال التحاد الأوروبي تدار كل دولة هي عندها سياسة خارجية خاصة بها فالأجندا ديال فرنسا بحدها الخارجية ديال فرنسا بحدها ودير إسبانيا بحدها وكذلك ديال ألمانيا ودير إيطاليا هذا هو سؤال. نرى السياسة الخارجية الفردية. تعبير على سعادة كل دولة مع المغرب. كل قد يوجد مستوى عالي. ولكن من حيث المجموعة يثير هذا الأمر كثير من المجموعة. ما الذي يحرك وما الذي يتحكم في صنعها مثل هذه القرارات؟ دائما. هي ورقات الابتساس. هي ورقات الدخط. هي ورقات استعمل أوروبا مع الدول. كانت استعملتها كذلك مع تركيا. واستعملتها مع ليبيا. واستعملتها مع ميصر. دائما. وتستعملتها كذلك مع مالي ومع دول الساحل. لأنه التدخل الفرنسي في دول الساحل. كان بغطاء الالتحار الأوروبي. وبغطاء البرلمان الأوروبي. إذن اللعبة انكشفت. وتنظن بأن المغرب عنده جميع المقاومات. لأنه لجينا نشوفه المغرب للمجهود كبير وعظيم. ديبلوماسيا. وخصوص في الدبلوماسيا النائمة. والديمقراطية للمغرب رغم نواقس ورغم الإكرهات. فهي ديمقراطية في دول البحر المتوسط. هي رائدة وهي نموذج. ودعا ذلك هو الالتخابات الأخيرة التي كانت في المغرب. الالتخابات الشريعية التي أفضلت الحكومة الحالية. رغم نواقس والإكرهات فهو كان بينات على العنف والديمقراطية للمغرب وعلى حقوق الإنسان. إذن هنا نتساءل هذا البرلماء الأوروبي يعني خلاء الحراك وخلاء الضحايا لتقريبا واحد أكثر من 300 ألف جزائري في العشرية السعوداء التي قتلتهم الآلة العسكرية للنظام الجزائري في التسعينات ومع مروم تتكلمون عن هذه المجزرة لأنه كان هناك حسابات سياسوية وحسابات اقتصادية. خليك مني كانت تكلمون عن حساب السياسي ودعا في الحال كانت أيضا دلالة استراتيجية. كيف كانت تكلمون عن الدلالة استراتيجية للبرلماء الأوروبي؟ تماما الدلالة استراتيجية وأنا بدأ أول هذا القرار هذا شكل من وراءه وشكله هو اللي تيتبناه هي فرنسا. فرنسا هي نجاجاتها للقرار وهي اللي وجدته وهي اللي لوحاتها. لماذا تقول فرنسا؟ لأن الالتحاد الأوروبي كان هناك مناطق تأثير لكل دولة عند مناطق تأثيرها. فرنسا عندها شمال إفريقيا ودول الساحل الدول التي كانت كلاسيكيين تبع النفوذ الفرنسا. فالالتحاد الأوروبي ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا على العموم تخليوا البادرة لفرنسا لأنها عندها تاريخيا عند هذا القرار فيما يخص تأثير هذه الأمور. فالبرلمان الأوروبي هو برلمان تتوجه برلمان تتملع له الأجندة للمصالح للاتحاد الأوروبي. أن فرنسا هي من المراءة. لماذا نقول فرنسا؟ لأن فرنسا أغضها التوجد في سعود المغرب وأن المغرب لديه اكتفاء ذاتي استراتيجي وعنده واحد السيادة فيما يخص العلاقات الدولية. وفرنسا بغت دائما المغرب وعنده شركاء كذلك. ففرنسا بغت تخلي المغرب دائما هو واحد شريك تحت الطلب. استراتيجيا شريكه تحت الطلب. وقت ما بغت المغرب بغت تمشي للساحل الخصى المغرب. بغت شركات ديالها القوم تنفذ المغرب. فهذه الأمور سلت بالخصوص بعد الاعتراف الأمريكي وبعد أن المغرب أصبح قويا استراتيجيا وفي الدبلوماسية النائمة. إذن هنا استراتيجيا ففرنسا القاتل بأن التقاطع ديالها حاليا تقاطع الاستراتيجي والمصالح هو مع الجزائر. لماذا؟ لأن الجزائر عندها مداخيل خيالية من أزمة الغاز. وبخصف في 2022 فهي مداخيل قياسية. وبنسبة للشركات الفرنسية هو متنفس كي يمشيوا ويدلوا البيزنس على الجزائر. رغم أنه في القيم وفي المبادئ فرنسا ليس في حال الجزائر. إلا أن الجزائر كان دائما في صف روسيا والمعسكر الشرقي وإيران. إذن هنا فرنسا تهمها غير المصالح. فما كان هناك تحالف استراتيجي قيامي. ولا مبادئ ديال حقوق الإنسان والدفاع المشتراك وحرية التعبير ومقاربة التنمية. كذلك جزائر عندها واحد الميزانية ديال الدفاع والميزانية العسكرية لهذا 2023 هي ميزانية خيالية. تقريباً واحد بين 18 و23 مليار ديال الأورو. وهي ميزانية خيالية لم تسبق في التاريخ ديال السباق نحو التسلح الجزائر. إذن فالفرنسا تريد الكعكة من هذه الصفقة لأن روسيا مشغولة بالحرب مع أوكرانيا. فهي بغت في إطار مصالح ضيقة وفي إطار يعني أنه ما كانش واحد بعد النظر عن تسلسة استراتيجيين في فرنسا. وفرنسا معروف عليها تاريخياً معروف عليها هذه الأمور هذه. لأنه فرنسا في نوفمبر كانت نزاع العسكري مع بريطانيا. يعني بريطانيا خرجت الانتحاد الأوروبي لأنه فرنسا دائماً تشوش على الاستراتيجيات الكبيرة ومعروفة أنها دائماً تخرج عن الإجماع ديالدول الغربية. فعندها مشاكل كبيرة مع أمريكا. يعني فرنسا تعادي المصالح ديالأمريكا وأمريكا كانت تخذت قراراً خطيراً واستراتيجياً أن حيدتها من تحالف استراتيجي في المحيط الهادي حيث مستقبل الثراع للقوة الدولية كانت في المحيط الهادي والمحيط الهندي. هذا هو مستقبل العالم من أجل إيقاف التغلغل ديال الصين في العالم. وهذاك التحالف الاستراتيجي ففرنسا تحيدات منه وفقدات واحد الصفقة ديالالقرن ديالالغواصات الأسترالية. كان عندها مشكل مع بريطانيا كذلك. فرنسا عندها كذلك مشكل كبير ومشكل ديبلوماسي خطير مثلاً مع تركيا. دائماً وخاهم في حلف الناتو ولكن عندها مشاكل مع تركيا. وكذلك عندها مشاكل كبيرة أفول النفوذ ديالفرنسا في إفريقيا وبالخصوص في دول الساحل وفي شمال إفريقيا. ففرنسا في محاولة كذلك أنها بغادت تكون في ليبيا. وهذه الأجندة ديالها كاملة رقات بأنه المغرب في حل ما كان لديك المطيع أو لديك الشريك الاستراتيجي تحت الطلاب. فالمغرب لديه استراتيجية وتشوف المصالح دياله. ففرنسا بغادت أنها تغطي على المغرب وتضرب عصفورين بحجر لأنها تدير البيزنس مع النظام الجزائري. وكذلك لأنه النظام الجزائري تعطيها الغطاء باش تمشي المالي وتعطيها الغطاء كذلك باش يديروا تحالف في الميل في الليبي. وكذلك تعطيها متنفس تضغط على الجزائر بورقة المغرب وتضغط على المغرب بورقة الجزائر. مع الأسف الشديد الساسة في النظام الجزائري لم يكن لديك النظرة الاستراتيجية للدفاع على المصالح الشعوب المغاربية المشتركة. وهنايا الجزائر تتفقد فرصة تاريخية لتلمش شمل الدول المغرب الكبير والدول العربية. إذا الجزائر هي لعبة عن الاتحاد الأوروبي ولعبة عن فرنسا ولعبة عن دول الاتحاد الأوروبي بخصوص إيطاليا كذلك. لأنه كانت واحدة زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية التي هي من اليمين المحافظة زارت الجزائر. رغم أنها قبل ذلك كانت ضد الجزائر ولكن دبا مشاركة الجزائر. لماذا؟ لأن هناك تنافس استراتيجي حول الغاز وحول جو سياسية الغاز بين فرنسا وإيطاليا. لأنه الغاز الجزائري تقريبا هذا العام كان واحد الإنتاج قياسي فتقريبا الجزائر صدرت 56 مليار متر مكعب ديال الغاز. وهي الجزائر تتنتج 100 جوج مليار متر مكعب ديال الغاز تتأكل تقريبا 50% و 56 مليار تتصدرها. وأكبر الزبناء ديال الجزائر هي إيطاليا. إذن إيطاليا تسارع الزمن من أجل أن فرنسا دبا هناك سارع بين إيطاليا وفرنسا في أرض الجزائر. تدرجوا أيضا العلاقات المغرب الجزائري وهذا تشويش الجزائر المغرب. ولكن إذا بقنا رجعنا أيضا المحتوى للقرار للبرلمة الأوروبي نرى يركز على الورقة الحقوقية. يعني هناك نسألوا عليها الظرف يوجد دائما هذه الورقة الحقوقية سوف تصبح يعني فزاعة للمغرب. لا هي طبيعة الحل ليس فزاعة للمغرب لأنه المغرب ما عندوش ما عندوش شيش دولة أخرى قدروا عدو ضرورة المغرب. المغرب بإمكانياته الداتية وبنمولجه يعني الخلاق هو يعني نمولج في العالم من أجل حقوق الإنسان. فاللح سنوان كنا هناك إكراهات في المغرب ماشي دولة غنية. نحن معدناش البترول والغاز. وما يطفي على أن هذا القرار للتحاد الأوروبي هو قرار ما عندوش مصداقية وما عندوش تأثير. من حيث مثلا؟ لأنه قرار بين لأنه فيه رائحة قرار متشرة. رائحة الغاز الجزائري بينه. لأنه وهو تحت الطلب ديال فرنسا لأسباب ستراتي. نتكلمنا على المصالح الفرنسية في جزائري. يعني. لأنه هو واحد القرار لي ما عندوش مصداقيات على الصعيد الدولي. أولا المغرب دائما كان حليفة للعالم الحر. المغرب قدمت ضحيات كبيرة من أجل مبادئ ديال العدالة ومن أجل قيم ديال التسامح ومن أجل كين هناك أصوات نشاز. طبيعة الحال كين هناك الطابور الخامس كين هناك بين قوسين ناس تيدروا المعارضة من أجل المعارضة. ولكن مع الأسف شديد فإحنا ما تنخدموش بلدنا بهالطاريخة كينش ناس معارضين تيسحب لهم بأنهم يقدروا الطرق على الدولة المغربية وعلى التماسك للدولة المغربية وعلى القيم للدولة المغربية اللي هما قويين وصل. يعني هناك يعني أن المغرب هو دولة قوية جد قوية على المستوى الاستقرار. فقوة المغرب اللي ما يقدرش شي واحد يقدر يتحكم فيها هو الاستقرار لأن العالم كله ده بغير مستقر والمغرب هو نقطة ضوءين في هذا العالم. رغم التكاليف دي الجزائر وكان من قبل دي الإسبانيا ودي الإيطاليا ودي الألمانيا ودي الفرنسا المغرب ظل صامداً. لماذا؟ لأن هناك استقرار والاستقرار لطبع الحال نابع من النظام الملكي من الملكية دينا اللي تنفتخروا به. لأن المغرب هذا هو القوة الناعمة ديالو في إفريقيا، فلكنت الجزائر هي في ميدان التسلح هي القوة الثانية في إفريقيا. القوة الثانية في إفريقيا من ناحية التسلح بعد مصر. المغرب هو القوة الثانية فيما يخص الاستثمار. إذا كنا مقاربة صباق حول التسلح وإنفاق تروت الشعب الجزائري على المدى المعيد في أمور لا تخدم التنمية وتخدم الإيشان الجزائري، المغرب بالعكس، ما شاء مقاربة التنمية، هذا هو الفرق. رغم الإمكانات دينا ذاتية، ورغم أننا ما لدينا قيم التي نركز عليها ونعمقها، ونعمقوا كذلك اللحمة بين المغاربة، ونعرف بأن بلادنا تمر بظروف صعبة وخطيرة، وعلى أبواب نظام عالمي جديد، ونعمقوا كذلك اللي بانت المعالم ديناه وعن نحضر عليه، يعني أنه خصنا نكونوا حادرين. أدوي سؤال، في دل هذا الحضر، أنتم داخل المركز رؤاة استراتيجية، رؤاة فيزيون الدراسة استراتيجية، جو استراتيجية، يعني كيف هو التصور ديلكم لهذه التحديات اللي كوجهة المغرب؟ في دل هذا النظام العالمي الجديد اللي الآن يتشكل وبدأت؟ تماما، المغرب، النظام العالمي جديد، يعني المعالم بينه، ما هي النظام العالمي الجديد؟ هو أن القوة في أمريكا أخذت زمام الأمور، بعد المشكلة في أفغانستان، وبعد فترة عدم استقرار في الرؤية الاستراتيجية، أمريكا أخذت بزمام الأمور، أمريكا الآن هي قائدة العالم على الصعيد العسكري، على الصعيد السياسي، والصعيد ديبلوماسي، وعلى الصعيد التقافي، لماذا؟ لأن الحرب الأوكرانية الروسية عززت من قوة أمريكا، فالعالم الآن كانت متقسم، كانت أمريكا حوالا 25% للناتج القومي العالمي، وكانت الصين حوالا 20% للناتج القومي العالمي، وكانت الأنتحاد الأوروبي، التحاد الأوروبي لديه 20% ناتج القومي العالمي يعني أن العالم كامل كانت هذه القوى الثلاثة الاقتصادية تشكلت قريباً إذا أخذنا 25 زائد 40 هي 65% الغنى للعالم والناتج القومي العالمي كانت في هذه التجمعات التكتلات الاقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية والتحاد الأوروبي والصين إذن والدور دبل ديال الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الرياضة الاقتصادية فيما يخص طاقات المتجددة وفيما يخص عالم الغد وسبقات جميع الدول ودبل الاستثمارات اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية واحد 700 مليار ديال الاستثمارات كلها على الطاقات المتجددة لعالم الغد بشأن الولايات المتحدة دائما تبقى عندها القوة فيما يخص الطاقة لأن جلوس سياسية الطاقة يلعى تحكم في العالم لأن الطاقة دايما نخصى الطاقة لكي نصيره اقتصاد إذن هذا هو السرع هنا يالتحاد الأوروبي أمريكا استطعت تروض الالتحاد الأوروبي لأنه بالنسبة لها هو هو واحد المنافس اقتصادي فروضت الالتحاد الأوروبي بالحرد الأوكرانيا فذلك الاكتفاء الاستراتيجي للالتحاد الأوروبي اللي كانوا بغاءوا يكونوا أوتونومي يكونوا مكتفين ذاتين أمريكا ذهب إلى أدراج الرياح على الأقل مدة ثلاثين عام الجاية إذن ثلاثين عام الجاية تنشوفوا بأن أمريكا ستبقى قوية ستبقى قوية لأنه عند جميع المقومات باش وخا اقتصاد تقرب لها الصين ولكن المتحكم في العالم ستبقى أمريكا ومن حسن حد أن المغرب دائما كان حليفا كلاسيكيا واستراتيجيا لأمريكا إذن نحن تصور دينا لمواجهة هذه الخطرسة وهذه الهيمنة وهذا السعار وهذا الهيستيريا دي النظام الجزائري الذي يدق طبول الحرب الحدود دينا والذي يهدد الأمل الاستراتيجي للمغاربة والذي يريد أن يقسم المغرب والذي يريد كذلك أن يكون له يعني وحد المرور إلى المحيط الأطلسي هذا هو الحلم في الجزائر يريد أن يقسم المغرب إذن نحن ما عدناش الحلول نحن الحل اللي عدنا معهد الجزائر هو أننا نستعده استراتيجيا ونكمل الضغط الاستراتيجي على هذا النظام هذا ونجدر جميع الوسائل من أجل زعزعة الاستقرار في هذا الجزائر اللي بغت زعزعة الاستقرار للمغاربة وهي ضد النظام دينا وضد الملكية دينا والهدف ديالهم هو أنهم يلقوا المغرب نفاصل إذن إحنا يا شنوما الأوراق اللي عدنا معهد الجزائر اللي دابا تتعتبر رأسها قوة عسكرية وتدغل لهم بأنها هي الثانية في إفريقيا وفعلا هي الثانية في إفريقيا فيما يخص تسلح القوة التسلح ولكن تسلح روسيا هي القوة الثانية من ناحية التسلح ولكن جاءت أوكرانيا اللي هي الرتبة عشرين في تسلح وفي الأخير أوكرانيا بخمسة وثلاثين مليون أوكراني وقفوا الآلة العسكرية لبوتين وكانت أمد الحرب كيف شاء طويل لم تحسن إحنا يا تكتولت دينا والقوة دينا باش ندافع الأمن الاستراتيجيين ما هي؟ تكريس وخصنا نرى التجاه تكريس التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الحلف الأطلسي ها؟ ومع العالم الحر معدناش الاختيار باش نضمنوا الأمن الاستراتيجي دينا وعلاش؟ لأنه إحنا يا ديك ساعة نكونوا في مواجهة الجزائر اللي هي تعتبر تاريخيا هي مع روسيا ومع عدم الاستقرار وكذلك يمكن أن تبغي تمشي مع الصين ومع إيران إحنا يا القوة اللي عند المغرب ده باء ومع اللي تقولوا بأنها تكون هناك قواعد عسكرية صناعية دي الأمريكا في المغرب نحن نقول مرحبا بأمريكا مرحبا بأمريكا لأن أمريكا على الأقل معمرها منافقتنا وأمريكا كانت دائما في 1975 في المنزيرة الخضراء أمريكا هي اللي دعمت المغرب باش المرحوم الحسن الثاني دار هذه يعني أنه كان الدعم الأمريكي كان مهم والدعم دي العربية السعودية كان في استرجاع الأراضي دينا وكان الدعم الأمريكي في تأمين معبر القرقالات اللي كان تاريخي هو الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحران نحن المشكلة للصحران مع الاعتراف الأمريكي يعني قائدة العالم وقائدة العالم الحر وقائدة الحلف الأطلسي هي مع المغربية يعني خلصنا نكرسوا هذا الوضع هذا وكذلك خلصنا نمشيوا في التطور التكنولوجي العسكري أصبح لزاما علينا لأن المغرب دابا تقريبا هو السابع في إفريقيا في محدد السلح كنا الأولى كنا مصر تشي في 2023 دابا تنقولك كنا مصر ثاني الجزائر ثالثة نيجيريا الرابعة كنا 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 إيتيوبيا وكنا أنجولا وكنا دولة أخرى وحنا السابع فغيرا دابا نحن أخصا نبدلوا الاستراتيجية العسكرية خصوصا مع هالجار الشرقي يعني أخصنا نبدلوا أخصا نمشيوا في التطور أخصا نمشيوا في المنافسة العسكرية ولكن بالتكنولوجيا المتقدمة وهنا نذكره كذلك إسرائيل بالمغرب خصوصا نعمت حاله في الاستراتيجي دياله مع دولة إسرائيل لأننا الأمن ديالنا مهدد من طرف النظام الجزائري والآن العسكري ديالجزائر هذوك الحمق يعني أنهم تستعدوا دابا كنا ما كانتش أنه دول أخرى تضغط وأنهم يعني عندهم تخوف فيكونوا كنا راتكونا وأنهم عندهم وما تتعشير مليار دياله وهذا حمق يعني تقريبا يشكل واحد تهديد كبير على أمن المغرب ونحن أخذ ندفع الأصناع وكذلك نعمقوا يعني التحالفات استراتيجية ديالنا مع مصر أنا سنقول بأن مصر باش نقدروا نديروا التوازن مع الجزائر لأن الجزائر هي عندها جنوب إفريقيا وعندها جنوب إفريقيا بالخصوص نحن أخذ يكون عندنا مصر نحن أخذ نديروا المجهود الكبير ديبلوماسيا وستراتيجيا باش ندروا عندنا مصر وكنا تركيا تركيا وخا هي حالي في الجزائر ولكن تركيا ما عايش باش الحال أن فرنسا وإيطاليا يأخذوا لك كامل جزائر هنا نحن أخذ نعمقوا التحالف ديالنا مع تركيا لا ننظروا على دول الخليج دول الخليج هذه المهمة وستراتيجية إذن هنا ودول أمريكا اللاتينية نقعدنا بزاف ما يدار معهم على حسب لأننا دولة أطلسية وخصمشول أمريكا اللاتينية أكثر من الجزائر والبرازيتة تعتبر مدخلنا رغم الترابات التي كنا دعبها والمشاكل الجو سياسية التي كنا في البرازيل والتحول التي كنا في البرازيل ولكن لدينا ورقة كبيرة لكي كذلك تكون دولة أطلسية إذن هذا هو الأمور التي تُنخلق المغرب وبطبع تحال الداخليا تتكلم الحكومة للدور وأحزابنا أيضا أحزاب الدين لدينا التعبئة تتكلم الحملة قد نفعل محسن في طفل المسيرة خضراء جديدة لأنه تطلب هالنظام العالمي الجديد الذي بدأه من ٢٠٠٢٣ دباً صفي دباً المعالم بانت إياه هذه وهذه اللي قلت عناه يلا تكون فنحن يجب أن نكونوا مستعدين وبطبيعة الحال كذلك يجب أن في إطار السلم الاجتماعي وفي إطار ثقافي يجب أن ندعمه ويجب أن نمشيه اللغة الإنجليزية لأن المغرب لا يوجد خيارات المغرب لا يوجد غاز والبيترون لأن المسائل التقافية يجب أن نبدأ أن الإنجليزية اللغة الأمريكية أو اللغة الإنجليزية هي السعيدة في العالم ويجب أن تكون سيدة العالم في مئة عام الجاية إذن هذه الفرنسية لا تشكلون عبع لأنهم يتبشر فرنسا فرنسا لديهم الإنجليزية أو الصينية فهما تقلبوا على رأسهم لأنهم يجب أن نقلبوا على رأسهم لأنهم يجب أن نبدلوا هذا الفرنسي الذي في حقيقة لا يعطيه له يعني أنهم يريدون أن تتقدم عندك التبعية ولا تكون في القمة تحولات التكنولوجية فإنجليزية يجب أن نقول للمغربة اللغة العربية ولغة الإنجليزية أستاذ زريدي بن بليت شكرا لك كنت معنا في هذا الحوار استراتيجي وستراتيجي وبينتلين في عدد من المعالم والأوراق اللي ممكن أنه يستعمل المغرب في صناعة القرى دياله شكرا لك اشتركوا في القناة